مرحبا ساهتم في هذه المداخلة والتي اخترت لها كعنوان ماركس والثورات البرجوازية بعلاقة ماركس بالثورات البرجوازية وهذه المداخلة ستدخل في اطار فعاليات وانشطة منتدى الاطروح 11 في تطبيق كلوب هاوس وستكون الاشكالية التي ستوجه هذه المداخلة على النحو الآتي هل يوجد في نظرية ماركس نموذج واحد واصيل للثورة البرجوازية ام ان الثورات البرجوازية كانت تخدع لمتغيرات وتحولات وخصوصيات كل تكوين اجتماعي على حدة هذه ان اردنا هي الاشكالية الكبرى التي سنود ان نقدم او ان نحاول ان نقدم اليها بعض عناصر الاجابة وقبل ان ابدأ في عرض تلخيصي لتحليلات ماركس الخاصة بالثورات البرجوازية وسأركز هنا على الثورة البرنسية الالمانية والانجليزية ساكتفي بهذه النماذج الثلاث مع العلم ان هناك نماذج كثيرة يمكن التوقف عليها كان قد توقف عندك ايضا ماركس واريد ان اوضح المسألة التالية قضية علاقة ماركس بالثورات البرجوازية هي ذات ارتباط بقضية الموقف الذي تبناه ماركس من الدولة المطلقة معنا ما عرف في اوروبا وكذلك في العديد من المناطق الجغرافية هو الابسولوتيزم والارتباط نابع هنا من ان كل القضيتين من قضية الدولة المطلقة وقضية التوراة البرجوازية تطرحان او يندرجان ضمن اطار الاشكالية العامة التي تخص اشكالية الانتقال من نمط الانتاج الفيودالي الى نمط الانتاج الرأسمالي طبعا لكي اعرف هذا المفهوم اي مفهوم الابسولوتيزم او لتا ابسولوتيست او الدولة المطلقة في سياق اوروبا الغربية لكي نوضح اكتر ما نحن بصدد البحث فيه تظهر الدولة المطلقة في كتابات ماركس وانجلس كنتاج للازمة التي كان يعيشها نمط الانتاج الفيودالي بين القرنين الرابع والخامس عشر في فرنسا وانجلترا واسبانيا وهذه المرحلة المطلقة ستكون بالنسبة للعديد من المؤرخين وبالنسبة ايضا لماركس وانجلس بمثابة تدشين للقطيع مع التنظيم الاجتماعي الهرمي الذي ميز الحقبة الوسيطة وبالتالي كان كل من انجلس وماركس يلاحظان ان هذا الشكل من الدولة الذي سيظهر في اوروبا الغربية والذي سيتميز بسيطرة الفرض الواحد على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيتميز باعتباره نتاج توازن طبقي بين طبقة النبلاء الفيودالية القديمة والبرجوازية المدنية الجديدة والتي كانت في طور الصعود طبعا هنا احيل الى تحليلات ماركس وانجلس العديدة في هذا السياق احيل ايضا الى عمل نيكوس بولنزاس وهو المفكر الماركسي ذو اجتهادات النظرية الكثيرة في مجال نظرية الدولة وفي مجال نظرية السلطة وخاصة في كتابه بوفا قوليتيك ايكلاس سوسيا السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية في هذا الكتاب بولنزاس يطرح قضية الدولة المطلقة باعتبارها دولة مرحلة الانتقال من نمط الانتاج الفيودالي الى نمط الانتاج الرأسمالي بمعنى النطات الترانزيسيون يوجد كذلك او توجد كذلك احالة اخرى جد مهمة كنت قد طلعت عليها ولكن هذه المرة باللغة الاسبانية هو بحث المؤرخ البريطاني بيري اندرسون والمعنوان الدولة المطلقة فيه تحليلات كثيرة وهو يتعارض كثيرا هو ينظر الى الدولة المطلقة باعتبارها شكل من اشكال الدولة الفيودالية عموما لن ندخل في هذه التفاصيل فقط اشير الى ماذا ارتباط اشكالية الطورة البرجوازية باشكالية الموقف من الدولة المطلقة لانهما معا مرتبطان باشكالية كبرى ميزت العديد من الاجتهادات في تاريخ الماركسية وهي اشكاليات الانتقال من النمط الانتاج الفيودالي الى نمط الانتاج الرأسمالي اذا كانت الدولة المطلقة وعمليات الانتقال التاريخي في اوروبا الغربية من نمط الانتاج الفيودالي الى نمط الانتاج الرأسمالي قد كانت خاضعة للشروط الخاصة بكل تكوين اجتماعي على حدا فكذلك كانت الثورات البرجوازية باعتبارها عمليات تاريخية ستساهم في عملية الانتقال تلك خاضعة لنفس هذه الشروط وخاضعة لنفس هذه التغيرات والتحولات وبالتالي فحينما نطلع على كتابات ماركس بهذا الصدد نستنتج انه لا وجود لنموذج اصيل ومحدد بشكل مسبق لطورة برجوازية سابدأ في التحليل أو بالثورة بما اسمه ماركس بالثورة البرجوازية البروسية أو الثورة البرجوازية الالمانية هذا النموذج من الثورة البرجوازية سيكون النموذج المفضل والاكتر تمجيدا في تاريخ الحركة الإصلاحية وحينما نقوم بملاحظة أولية في هذا الصدد نرى أن هذه التورة لم توجد ولم تتحقق في ألمانيا فحركة 1848 بالإضافة إلى تخلي مالك بروسي على الدستور لم يحققوا قطيع أوحدة مفصليا في عمليات تحويل علاقات الامتاج ولا فيما يخص البنية الفوقية للدولة البروسية وبالتالي ستظل طبقة النبلاء العقارية متمسكة ومالكة للسلطة السياسية داخل الدولة البروسية لمدة جد طويلة على الرغم مما سمي أنذاك بثولفغاين معنى الاتحاد الجمهوري الألماني وستبقى وستظل العلاقات الفيودالية في ألمانيا لمدة طويلة طبعا هنا من المهم المقارنة بما سبق أن قدمناه في المداخلة الأولى حول مشكلة تخلف ألمانيا في كتابات ماركس الشاب واليسار الهيكيلي إذن لماذا في ظل هذه الشروط تحدث ماركس عن طورة برجوازية بروسية طبعا لسبب بسيط هو أن الثورة في بروسيا أو الثورة في ألمانيا ستحدث بالنسبة إلى ماركس في ظل شروط جد مختلفة وخاضعة لمنطق التطور التكوين الاجتماعي الألماني والذي كان مختلفا عن ما كان الأمر في فرنسا وإنجلاتيرا فماركس تحدث عن الثورة في ألمانيا ولكن باعتبارها طورة من فوق أو من الداخل وهذه الطورة من فوق أو هذه الطورة من الداخل ستحدث في حقبة أوتوفون بيسمارك حقبة الملك بيسمارك في هذه الحقبة بالنسبة إلى ماركس سيتم تهيئ الشروط لوصول البرجوازية للسلطة السياسية وستطرأ عملية تحويل لشكل الدولة نحو الشكل الرأسمالي صحيح أن التطور الاقتصادي للبرجوازية الألمانية من خلال عملية التصنيع قد بدأ في القرن التاسع عشر ولكنه وهذا كان مميز للطورة البرجوازية الألمانية انتظم من خارج عملية رأسمالة ريع الأراضي وفي سياق أيضا هيمنة سياسية لطبقة النبلاء العقارية على دولة لم تعيش مرحلة ما أثميناه فيما مضى بمرحلة الدولة المطلقة من هنا نعم أهمية أو انتماء ماركس في مرحلة معينة إلى الحركة الرينانية الليبرالية والراديكالية حينما كان يكتبه في مجلة لغازت غينان نبقى دائما في هذا النموذج وسنحاول الآن أن نعطي فكرة عن علاقة أو كيف تمت هذه العملية أي عملية هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي الثورة البرجوازية في مجار الزراعة في ألمانيا هذه العملية طبعا ستتم وهذه الهيمنة ستتم أولا من خلال تجريد المنتجين الصغار من الملكية وأيضا من خلال مركزة ملكية الأرض في أيدي معرفة بلزوبرو بمعنى الأورستقراطيين النبلاء المالكين للأراضي وأيضا من خلال التحويل المكتف للفلاحين الألمان إلى عمار زراعي ولكن هذه العملية التاريخية أيضا ستتم في ألمانيا ببطء شديد لدرجة أنه ستبقى في ألمانيا في بروسيا الشرقية بقايا أو بعض أشكال الرق في هذه المنطقة كما أن طبقة لزوبرو ويانكيرس الألمان بمعنى طبقة النبلاء العقاريين قد حافظوا على خصائصهم الطبقية بحكم سبب تأخر عمليات رأس ملات الريع العقاري عمليات تأخر بالتالي كان لهذا الوضع الألماني وكان لهذه الخصوصية الطورة البرجوازية الألمانية تأثير مباشر على طبيعة الوعي السياسي عند الفلاحين فلم يتمكنوا من التحول إلى قوة سياسية فاعلة في التغيير الثوري هذا فيما يخص ألمانيا لدرجة أنه في ألمانيا الشرقية وبحكم بعض بقايا أشكال الرق كان استندت الحركة النازية على كثير من هذه العناصر الرجعية في مشروعها السياسي والاقتصاد الآن سأدخل أو سأنتقل إلى الطورة البرجوازية الإنجليزية وقبل ذلك أريد أن أعطي نقاط فيما يخص ألمانيا قلنا أن ألمانيا تأخر فيما يخص هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في مجال الصراع بحكم عدم تأخر عملية رأسمالة الريع العقاري هذا الأمر الذي كان له تأثير على طبيعة الوعي السياسي عند الفلاحين ثم كذلك قلنا بأن الطورة البرجوازية الألمانية تميزت بالنسبة إلى مارك تعتبارها ثورة من الداخل أو ثورة من فوق أحدثها بيسمارت الآن نبدأ بندخل في الطورة البرجوازية الإنجليزية هنا الطورة البرجوازية لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة لأن الهدف هنا هو النقاش مع أعضاء المجموع لأن التفاصيل التاريخية لن تهمني كثيرا بقدر ما سهمني هنا موقف ماركس بمعنى كيف رأى ماركس هذه الطورة هنا تبدأ الطورة البرجوازية سنة 1640 ثم مع منعطف 1688 في القرن السابع عشر كانت هذه العملية التاريخية في إنجليترا بالنسبة إلى ماركس تطرح على نحو واضح مشكلة علاقات الصناعة بالزراعة وأن الميزة الطباقية الخاصة التي انتبه إليها ماركس في هذا البروستوس التوذي اتداء من 1740 هو بمعنى ما غاب في ألمانيا حضر بقوة في إنجليترا منذ القرن السابع عشر بمعنى رأس مالات الريع العقاري على النقد من ألمانيا وبالتالي ستطرح هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي بشكل واضح كما أنه منذ البداية ستعرف هذه الثورة أو ستتميز ببداية تحول جزء من النبلاء الفيودانيين إلى طبقة رأسمالية يعني الثورة تيل الثورة في 1740 معنى تطرح الإصلاح والجمهورية الجديدة ستطرح إشكالية الدين والسلطة السياسية ستتميز أيضا بصراع ما بين الملكيين والبرلمان وستنتهي بسياسات راديكالية تخدم مصلحة البرجوازية في المجال الزراعي وتؤسس لهيمنة الرأسمالية الزراعية وكذلك لهيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي على مجموع علاقات الإنتاج هذه الثورة كانت حقا مدشنة للطورات البرجوازية الأخرى اطرحت بالنسبة إلى ماركس بشكل راديكالي قضية هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي ولم تتميز طبعا بما بالبطء وعدم طرح قضية رأسمالة الرأس العقاري التي كانت مميزة للثورة الألمانية هذا فيما يخص النموذج الإنجليزي طبعا لا أريد أن أدخل في مسألة في التفاصيل التاريخية الحرب الثورية بين الملكيين الكاتولوكيين والبرجوازيين البروتوستانسيين التي ستنتهي بإعدام شر الأول وصل كرومويل إلى السلطة إلى آخره فموما هذه معلومات يمكن التوصل إليها من خلال دراسة أعمال ماركس وأعمال المؤرخين حول الثورة البرجوازية ما يهمني هنا هو طرح المميزات التي ضبطها ماركس لهذه الثورة الآن سأنتقل إلى النموذج الثالث وهو نموذج الثورة الفرنسية طبعا في الثورة الفرنسية يمكن الحديث أو يمكن تقسيمها إلى أربع عنوين ومراحل كبرى المرحلة الأولى هي مرحلة الملكية الدستورية ثم مرحلة تانية هي مرحلة العاقبة وتسمى أيضا بمرحلة الرعب ثالثا مرحلة الترمذور أو نظام المضرع الخمس ثم رابعا مرحلة انقلاب نابوليون 18 من برومير أو مرحلة الإمبراطورية هذا التقسيم سيساعدنا على تتبع مثار الثورة الفرنسية وسيمكننا أيضا من تقديم قراءة لهذا المصار أبدأ من الملكية الدستورية إلى غاية الثامن عشر من برومير لويس قناط تظهر هذه المرحلة أول الأمر كنتاج للأزمات المالية والاقتصادية التي سادت في فرنسا ببان حكم الملك لويس السادس عشر فلقد أدت هذه الأزمات في أول الأمر إلى ثورة هادئة مقارنة مع التطورات الثورية اللاحقة حيث سيجبر الملك لويس السادس عشر في شهر ماي من سنة 1789 على استدعاء ما كان ينعت آنذاك إبان النظام القديم بالطبقات العامة الزيطاج نيرو والتي كانت تتشكل أساسا من الكهانوت النبلاء والطبقة الثالثة أحزاب أو القوى التي تمثل عموم الشعب ستكون هذه المرحلة الأولى وهذا الشكل السياسي الجديد الملكية الدستورية مطلبا ملحا لنواب الطبقة الثالثة والذي من خلاله سيتم تأسيس الجمعية الوطنية التأسيسية الأولى التي سيكون عليها وضع الدستور هنا تظهر أهميات حدثين اثنين في تاريخ الطورة الفرنسية أولا إعلان القضاء على الحقوق الفيودالية في الرابع عشر من غشج ١٦٨٨ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ من نفس السنة كان موقف الملك من هذه الأحداث متقلبا قد كان في البداية الأمر معارضا للطورة ثم بعد ذلك انتقل إلى دعمها من خلال جشجيعه سياسات حزب الجيرونديين القائمة أساسا على ضرورة إقامة الحروب ضد الخارج أملا في أن تتواجى هذه الحروب بهزيمة فرنسا وبالتالي فشل المشروع التوري أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الثورية وهي مرحلة العاقبة الممتدة من سنة ١٧٩٨ إلى سنة ١٧٩٤ تشكل الجيرونديون أساسا في سياق الجمعية التشريعية ثم الاتفاقية الوطنية التي ستؤدي إلى إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى وكان كل من بريسو ورولاند والفيلسوف كوندورسي القادة الرئيسيين لهذا الجناح السياسي جناح الجيرونديين لجيروندا ضديا وعلى النقيد من هذا الجناح السياسي المعتدل نجد جناح الجبليون أو المونتانيا المونتانيا كانوا ممثلين في روبس بير دانتون ومارا وهؤلاء هم من عرفوا باسم اليعاقبة يمكن تلخيص أفكار ومواقف الحزب الأول جيرونديين لجيروندا في المحاور التالية معارضة تامة لأنصار الملكية الدستورية أو هذا أولا ثم ثانيا رفض تام للدعوة القاضية بعودة النظام القديم أي النظام الإقطاعي ثالثا معارضة دين الدولة رابعا رفض الإصلاحات الاجتماعية التي تخدم مصالح الطبقات الاجتماعية الشعبية خامسا ضد إعدام المالي على النقيد من المشروع هذا السياسي البرتوالي المعتدل الذي تبناه هذا الطيار جيرونديون تبنى اليعاقبة مشروعا سياسيا أساسه أو إتقيا أكثر منه سياسي هذه ملاحظة ملاحظة ماكس في هذا الخصوص مشروع اليعاقبة كان مشروعا إتقيا أكثر من كونه مشروعا سياسيا أساسه المساوات التامة بين جميع الناس وكانوا يعبرون عن أمال العمال الفقراء السواعد العارية في المراكز الصناعية الصغيرة والحرفيين الصغار الحرفيين الصغار هو حركة المفمون التي كانت معبرة عن الإنتاج الصغير في الثورة الفرنسية مشكلة الإنتاج الصغير هي التي مشكلة حاسمة أو مشكلة تميز الثورة الفرنسية عن باقي الثورات الأخرى بالإضافة إلى رغبتهم في القضاء على النظام الملكي وإعدام الملك كانوا أيضا يوجهون اهتمامهم وتركيزهم على أعداء الثورة الداخليين وليس فقط أعداء فرنسا الخارجيين وفي هذه المرحلة سيتخلص اليعاقبة من منافسهم الجيرونديون في الجمعية الوطنية وسيؤسسون لنظام جمهوري أساسه المركز الإدارية وأولية مبدأ المساود تبدأ المرحلة الثالثة في السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1794 أي بمجرد الإنقلاب على حكم اليعاقبة من قبل ما عرفوا بالترميدوريين أن اليعاقبة كانوا يهددون مصالح الجمعية الوطنية سيؤسس الترميدوريين نظاما جديدا يتكون مجلسه التنفيذي من قمس رؤساء لتفادي تكرار ما حصل مع روباس بيير الهدف الأساسي كان من هذا النظام هو تفادي عودة النظام الملكي وبنفس القدر تفادي عودة اليعاقبة تفادي المشروع الثولي الراتيكالي الذي كان يعبر عن مصالح الإنتاج الصغير وتفادي عودة النظام الملكي القديم سيتم في هذا السياق استعادة سياسة الجيرونديين القديمة القائمة على الحروض الخارجية السيطرة على شمال إيطاليا ومصر من قبل جيرار نابوليونتين بونابارت مثلا مما سيهيي شروط لمرحلة الرابعة مرحلة الثامن عشر من برومير لويس بونابارت والتي خصص لها ماركس كتابه المعروف وهي مرحلة انقلاب بونابارت والتي سيبرز فيها نظام الرؤساء الثلاث والذي سيتحول إلى سلطة شخصية ملكية أي إلى إمبراطورية بونابار حيث سيشكل هذا النظام مزيجا من النظام الملكي القديم وبعض المبادئ برجوازي في سياق الثورة الفرنسية وإذا أردنا أن نطرح القضية هنا من خلال قضية هيمنة نمط الإنتاج الرأسماني على الأنماط الأخرى في سياق هذه الثورة فمن الواضح أن نمط الإنتاج الرأسماني في فرنسا لم يتمكن من القضاء أو على الأقل قطع الطريق على ما عرف بالإنتاج الصغير كل كتابات مع الثورة الفرنسية تطرح قضية جد خاصة بهذه الثورة هي قضية الإنتاج الصغير بل بإمكاننا أن نذهب إلى القول أن الثورة الفرنسية قد أكدت ففي المجال الزراعي وبالسبب الدولة المطلقة ودور النبلاء وأيضا لعدم وجود ثورة عنيفة في مرحلة التراكم البدئي للرأسمان لم يتأسس نمط الإنتاج الرأسماني انطلاقا من ملكية الأرض ذات الرئي المالي وإنما من خلال الدولة البرجوازية الصناعية والتجارية لقد بحثت هذه الطبقة الاجتماعية في الفلاحين عن حلفاء في صراعها مع النبلاء حتى تتمكن من الاستحواذ على الملكية الكبيرة والتي كانت في حوزة نبلاء لهذا لم تكن نتيجة الثورة في الميدان الزراعي مصادرة المنتجين الزراعيين وإنما منح الحق في الملكية للاستغلال الصغير للأرض وتوسع وهذا فارق جد هام بين الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية من هذا المنظور الثورة الإنجليزية أكثر راديكالية من الثورة الفرنسية على الرغم أن في كتابات اليسار العربي وكتابات عديد من المفكرين اليسار يسود نمط من القناعة يقول بأن الثورة الفرنسية هي الثورة النموذجية البرجوازية التي كانت أكثر راديكالية من الثورات الأخرى وهذا الفهم هو أظنه يخطئ كثيراً وفيه نوع من التصرع طبعاً هذه الفكرات تتأكد في المرحلة العاقبة بعد الثورات الفلاحية ضد البنيات الإقطاعية طبعاً وحينما نتعرض لكتابات ماركس حول الثورة الفرنسية ماذا نجد؟ نجد مفهوماً لم يوظفه ماركس إلا في سياق الثورة الفرنسية ولم يوظفه حينما كان يدرس مثلاً ثورة بيسماركس من فوق في سياق الثورة البرجوازية الألمانية ولا الثورة الإنجليزية ثورة 1640 ومنعطة فيها سنة 1780 مفهوم وهذا المفهوم هو وهذا السبب أيضاً ولهذا السبب لاحظ المؤرخ بريطاني إيريك ريبس باوم أن التطور الاقتصادي في أوروبا القرن التاسع عشر يتضمن مفارقة عظيمة في أبحاث هوبس باوم المؤرخ يقول بأن مفارقة أوروبا في القرن التاسع عشر ما هي هذه المفارقة؟ هذه المفارقة اسمها فرنسا لأنها على الورق كانت البلد الأكتر تطوراً والذي يمضي قدماً على نحو سريع لأنها كانت تمتلك مؤسسات متالية من أجل التطور الرأسمالي السريع ولكن في الواقع كانت تطور الرأسمالي في فرنسا أقل أهمية من البلدان الأخرى هذه المسألة مع الأسف لم ينتبه لها الكثير من اليساريين في الوطن العربي فرنسا كانت تمتلك مؤسسات متالية من أجل التطور الرأسمالي السريع ولكن كانت تطورها الرأسمالي في الواقع أقل أهمية من إنجلترا ومن باقي البلدان الأخرى وبالتالي كانت مفارقة بالنسبة إلى المؤرخين الجديين طبعاً وبالنسبة إلى المفكرين الماركسيين الذين كانوا يهتمون بهذه القضية هذا فيما يخص الناحية الاقتصادية أما من أن الناحية السياسية فلقد تمكنت فعلاً البرجوازية الفرنسية من الاستحواد على السلطة السياسية على غرار البرجوازية الإنجليزية لسنوات 1840-1880 ولكن بأي تمان لم تتمكن من ذلك إلا من خلال الاستناد على الفلاحين الصغار والبرجوازية الصغيرة وعمال المانيفاكتورات بنسب أقل والذين كانوا في حلقات ما يعرف بلغة العربية المتصرولون يعني لسن كولوتري دي فاري إذن توفرت البرجوازية الصغيرة وما اسمه ماركس بي لبييزان بارسولير على علاقات متناقضة أحياناً ومتوافقة أحياناً أخرى مع البرجوازية مما منع وقطع الطريق على البرجوازية للتحالف مع طبقة النبلاء على العكس مما حدد في بروسيا دورة بيسمارت من فوق وكذلك في إنجلاتيرا وهذه العلاقات تفسر لنا محاولة شر العاشر بالعودة إلى الوراء يعني في سياق كما تفسر أيضاً الظواهر التاريخية للإمبراطورية الأولى والثانية بسبنور بونابارت برزت على السطح أشكال خاصة للدولة الرئاسمالية حيث تظهر البرجوازية وكأنها تتخلى عن سلطتها السياسية لصالح جهاز دولة يسير قضاياه العامة من خلال الإسناد على الفلاحي المجزئين والبرجوازية الصغيرة لهذا وعلى امتداد تاريخ طورة الفرنسية كانت أزمة السلطة السياسية للبرجوازية تطرح بكل قوة دون أن تجد حملنها قد احتضنت هذه الأزمة حتى سنوات 1848 تخلخلان بين البرجوازية من جهة والإنتاج الصغير من جهة دون أن تتمكن الأولى من وضع بصمتها وهيمانتها على السلطة السياسية في سنوات 1848 ستتخلص البرجوازية على نحو تامل النبلاء وستتتجه نحو الإنتاج الصغير محاولة استقرار بعد سقوط لويس بونابار ولكن كانت البروليطاريا الصناعية تنتظرها طبعا تنتظرها أين؟ تنتظرها في منعطف الكومونة الثورية الأمر الذي أدى بالبرجوازية لقط قطع كل صلة تربطها مع الإنتاج الصغير من خلال البرجوازية للعالمين 1870 على البرجوازية للعالمين 1870 ستقوم بعمل هذا ستبدأ عمالية القطع مع الإنتاج الصغير طبعا هذا يعني عموما هو تلكيس الخيص لطريقة نظر ماركس أو لسنتاجات ماركس بخصوص الطوارات البرجوازية بقي لنا أن نقدم ملاحظات عامة تخص هذه التحليلات التي قدمها ماركس بخصوص الطوارات الثلاث وهي ملاحظات ستكون ذات علاقة بنتائج التي ستتمخض أو ستميز كل تكوين اجتماعي على حدث في السياق الإنجليزي وفي السياق الألماني وفي السياق الفرنس هنا سأتوقف عند نصوص لبولنزاس طبعا هذه النصوص بحكم أن الوقت في مداخلة كلوب هاوس سينتهي أنا تجاوزت ثلاثين دقيقة سأرجع إليها بمجرد ما أن تعطى لي الكلمة وبالتالي سأحاول أن أطور هذه الفكرة فكرة يعني كيف أثرت سأركز على مسألة جد حاسمه وكيف أثرت طبيعة الطوارات البوجوازية في كل تكوين اجتماعي على حدث على طبيعة اليسار السائد أو طبيعة الحركة العمالية أو طبيعة النزاعات السياسية لكل حركة العمالية على حدث في هذه البلدان أشكركم جزيلا وسأعود إلى هذه المسألة في النقاش مع باقي الأحضاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة